بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم واحد أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة وشاملة حيث قال F دالة معرفة على R بالعبارة قال وصي F تمثيلها البيان في معلم متعامد ومتجنس أو إي جي قال واحد أحسب لمت F لإكس لما إكس يأول إلى زائد مال النهاية ولمت F لإكس لما إكس يأول إلى ناقص مال النهاية ثم فسر ناتجتين بيانيا ثانيا أرف قال أدرس اتجاه تغير الدالة F ثم شكل جدول تغيرتها بقى الاستنتج حصرا لأف لإكس من أجل كل إكس من R ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنحنة CF والمستقيم D ذو المعادلة Y يسألنا إثنان رابعا قال عين معادلة الممازدى لطال المنحنة CF في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب خمسا قال أرسم CF في المعلم السابق ثم سادسا قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد وإشارة حلول معادلة إثنان ناقص أم في إكس مربع زائد أربعة إكس ناقص أم زائد خمسة يسألنا الصف وهي المناقشة البيانية سابعا قال لتكن الدالا G المعرفة على R بالعبارة جي لإكس ناقص أثنان إكس مربع زائد أربعة في القيمة المطلقة لإكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد وسي جي تنثلها البيانة في معلم متعامد ومتجنس OEG قال أليف أثبت أن الدالا G زوجية بقى الإشرح كيف يمكن رسم سي جي بالاعتماد على سي أف ثم أرسم سي جي أكيد في المعلم السابق إذن في الأول أبناء ما أنصحكم هو المحاولة في المسألة ثم متابعة الفيديو النقطة بنقطة حتى تفهموا هذا التمرين إن شاء الله ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق على بركة الله أبنائي في الحل للسؤال الأول حيث قال F دالا معرفة على R بالعبارة F لإكس تساوينا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد هنا قال معرفة على R أكيد لأن المقام مجب تماما لماذا؟ لأن إكس مربع مجب ونضيف له واحد مجب إذن المقام مستحيل أن ينعدم لهذا قال معرفة على R واسي أف تمثلها البيانة في معلم متعامد ومتجز OEG أول السؤال قال أحسب النهاية إذن نكتب هنا أولا حساب النهاية لاحظوا إذن بما أن نحن عندنا نقال A D F تساوي أن R هي من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية ننطلق بالنهاية الأولى التي هي لميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى ناقص مال نهاية يساوي أو هنا قال أولا بزائد مال نهاية نطلق بالزائد مال نهاية لا لا يهم تصبح لنا تساوي أنه لميت X يؤول إلى زائد مال نهاية لمن؟ هنا عندنا يا أبناء دالة ناطقة الدالة ناطقة عند المال نهاية اسمعوا جيدا نأخذ أكبر حد في الأسعال أكبر حد يعني نصبح لكم هكذا تصبح لنا إثنان X مربع على X مربع يساوي يذهب هذا مع هذا مباشرة نصبح لنا إثنان ثم نفس الشيء عندنا لميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى ناقص مال نهاية تساوي بما أنه قلت الدالة كذلك ناطقة فأكبر حد على أكبر حد تصبح لنا لميت 2X مربع على X مربع لما الإكس يؤول إلى ناقص مال نهاية وتساوي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا إثنان ها قد الآن حسبنا النهاية عند كل منه زائد مال نهاية والناقص مال نهاية ثم قال ثم فسر النتيجة هندسيا أو بيانين التفسير نكتب هنا التفسير البياني للنهاية التفسير البياني هنا تقول قاعدة إذا خسبت النهاية عند المال نهاية ليهم زائد مال نقص مال وجدت عدد ووجدت ماذا عدد منتهي يعني ليس مال النهاية فنقول Y يسوينا ذلك العدد اللي هو Y يسوي إثنان مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو بلغة أخرى موازي لمحور الفواصل حتى نفهم جيدا إذا اسمعوا جيدا إذا حسبنا النهاية عند المال نهاية ووجدت عدد ليس مال النهاية فنقول أن Y ليس X Y يسوي إثنان إنه مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال فنتطرق الآن إلى ثانيا ألف قال أدرس اتجاه تغير الدالة F إذا نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة F أكيد على مجال تعرفته هو على R لاحظوا جيدا نقول هكذا الدالة F كيف هي قابلة للإشتقاق على ماذا على مجال تعرفته اللي هو R وعندنا وF أكيد جيدا وF فتحة لX تساوي لاحظوا أبنائي هذه عبارة عن كسرة وعندنا E على V مشتقة نسبة ماذا تساوي لاحظوا جيدا مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع هذه قاعدة أرجوكم احفظها مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع إذن هنا لو نطبق على هذا الكلام فنضع هنا هكذا أول شيء ما أنصحكم ضعوا المقام مربع يعني X مربع زائد واحد هذه مربع يعني لا نلمسها أصلا نتركها كما هي الآن نأتي إلى مشتق البسطي يعني مشتق هذه القيمة مشتق 2X مربع أكيد هو 4X مشتق 4X أكيد لهو ماذا لهو 4 أما مشتق الثابت دائما يسعي لنا صفرة لأن هذا ينزل إلى هنا وتنقص درجة يصبح 2 في 2 في X زائد إذا كان عندنا هنا عدد مضروف في X إذا قمنا باشتقاقه يبقى إلى العدد أما مشتق العدد يذهب إلى الصفر إحفظوا هذه القواعد إذا المشتق البسطي الآن في ماذا في المقام ليس في مشتق المقام في المقام لهو X مربع زائد 1 ناقص مشتق المقام مشتق X مربع أكيد هو 2X ومشتق الواحد يذهب إلى صفر مشتق المقام في البسطي في البسط اللي هو 2X مربع زائد 4X زائد 5 هكذا أبنائي يمكن هنا هذا أن نقوم بمسح هذا القانون وعليكم بحفظه أرجوكم ويطبق في كل شيء عبارة عن كسر حتى نفهم جيدا أو عن عبارة عن نسبة نصبح هنا F فتح لX يساوي نضع هنا خط الكسر هكذا وننطلق أولا قلت المقام لهو X مربع زائد 1 هذا نتركه كما هو مربع ثم نأتي الآن إلى النشر هنا نصبح لنا 4X مربع 4X في X مربع لهو 4X مكعب ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ماذا زائد 4X ثم هذا في هذا لهو 4X مربع ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ماذا زائد 4 ثم عندنا هذا في هذا يصبح لنا زائد ناقص 4X مكعب ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص ماذا ناقص ثمانية اكس مربع ثم هذا في هذا يصبحنا ناقص ماذا ناقص عشر اكس ارجو قد فهمتم بعدها اكيد سوف يذهب هذا مع هذا مباشرة فاصبحنا اف فتحة ل اكس يساوي وقلت هنا لا نتعجل ارجوكم خاصة في هذه الدول من هذا النوع في عملية الحساب اذا المقام له هو اكس مربع ناقص او زائد واحد مربع هكذا اذا نأتي الان الى هذا مع هذا اربعة اكس مربع مع ناقص تمانية اكس مربع اكيد سبح لنا ناقص اربعة اكس مربع اذا انتهى دوره مع هذا ثم عندنا هذا يأتي مع هذا اذا ناقص عشر اكس زائد اربعة اكس سبح لنا ناقص ماذا ناقص ستة اكس ثم يبقى لنا هذا لوحده اللي هو كان زائد اربعة هذه هي المشتقة يا ابني ودائما انصحكم في المشتقة لا تتعجلون في الحساب لأن لو تعجلتم في الحساب وكانت النتيجة الخاطئة فاعلموا أن بعدها سوف تحدث تناقضات في اتجاه التغير وجدول التغيرات وبعدها يذهب المنحنة وكل شيء لهذا أرجوكم في المشتقة في أي دالة كانت انتبهوا لي الإشارات وتابعوها النقطة بنقطة بعدما أنهينا من حساب المشتقة نأتي الآن إلى إشارة المشتقة نأتنا ونكتب هنا إشارة F فتحة لX إذن نقول هكذا إشارة F فتحة لX أكيد من إشارة ماذا؟ من إشارة البسطة لماذا أبنائي؟ لأن X مربع زائد واحد هذه مهما كان قيمة مجبة من يعني المقام لأن المعروف في الرياضية أنه إشارة كسر من إشارة البسط في المقام لكن المقام هنا بما أنه مربع فلا نلمسه لأنه مجب لو كان مكعب للمسناه لأن قوة ثلاثية هنا لها تأثير لكن بما أنه هنا مربع فلا تلمسه مهما كان أتركه إنه قيمة مجبة الآن نأتي إذن إشارتها من إشارة البسط أي إشارة إشارة ماذا؟ إشارة ناقص 4X مربع ناقص 6X زائد 4 هذه عبارة من الدرجة الثانية نقوم بحساب المميز لها المميز الذي هو B مربع ناقص 4 في A في C البمربع هنا ناقص 6 مربع لهو 36 ناقص 4 في A لهو ناقص 4 إذن ناقص 4 في C الذي هو 4 تصبح لنا 36 زائد 64 الذي هو 100 وقيمة مجبة تصبح للعبارة جذران يصبح لنا X1 يساوي ناقص نكتب كل شيء ناقص B ناقص جذر دالتا على 2A يصبح لنا يساوي ناقص B الB قلنا هو العدد المضروب في الـ X لهو هذا هذا هو الB وهذا هو الA وهذا هو السي يصبح لنا ماذا؟ الB ناقص B معناه الناقص مع ناقص القانون يصبح لنا 6 ناقص جذر دالتا جذر دالتا أكيد الذي هو كم؟ الذي هو جذر مئة اللي هو عشرة تصبح لنا ناقص عشرة على 2 في الـ A لهي ناقص 4 تصبح لنا كم في البص تصبح لنا ناقص 4 وفي المقام ناقص 8 الناقص يذهب مع الناقص تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 0.5 لهي 1 على 2 أو نقوم 0.5 لا يهم ثم X2 يساوي لنا ناقص B زائد جذر دالتا على 2 أو يصبح يساوي لنا 6 زائد 10 على ماذا؟ على ناقص 8 التي هي 16 على ناقص 8 وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا ناقص 2 إذن أين تنعدم المشتقة؟ تنعدم عند النصف والناقص 2 ثم بعدها ماذا يحدث؟ ما علينا إلا إنجاز ماذا؟ جدول الإشارة الذي به نذكر تلك الكلمات ألغوية الدالة متزايدة والدالة متناقصة إذن نأتي الآن إلى جدول إشارة هكذا ودائما أستعين بالجدول لأنها تبسط الأشياء هكذا ركزوا جيدا أرجوكم أبناء إحتاء تتعلموا إلى هذا التمرين من هذا النوع إذن ها هي أمامكم إذن نكتب هنا X ودالة معرفة من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية وهنا عندنا F فتحة لX أين تنعدم؟ قلنا أنها تنعدم عند الناقص 2 وعندها 0.5 ونقول 1 على 2 إذن هنا رمز الإنعدام وهنا رمز الإنعدام الآن المشتقى قلنا من إشارة البسط البسط من أي درجة من الدرجة الثانية إذن هنا خارج ماتجة الجذري هنا وهنا نقول نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا عكس ونفس إشارة هذا إذن هنا نضع ناقص وهنا نضع ناقص وفي الوسط تصبح لنا زائد لأن عندنا ناقص أربعة قلنا هنا نفس نفس وهنا عكس ثم بعدها الآن ننطلق في تلك الكلمات اللغوية يجب أن نكتبهم نقول أدال أف متناقص تماما على المجالين من هم المجالين اللي هم من ناقص مال نهاية إلى ناقص اثنان والمجال الآخر اللي هو من صفر فاصل خمسة إلى زائد مال نهاية ومتزايدا تماما على المجال إذن على المجال اللي هو من ناقص اثنان إلى صفر فاصل خمسة يقول أحدكم يا أستاذ متى نغلق المجال ونفتحه هنا بما أن الدال قابل الاشتقاق فافتحوه معرفة فافتحوه فقوموا بغلقه عادي إلا أنه هنا بما أن المال نهاية لا يمكن أن نقوم بغلق المجال عندها فقط ابنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال يأتي الآن جدول تغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدال ماذا أدى لأف إذن عندنا هنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا أف فتح لإكس قلنا أين تنعدم تنعدم عند ناقص اثنان وعند صفر فاصل خمسة إذن نضع هنا رمز هكذا ورمز هنا هكذا ثم عندنا قلنا هنا ناقص زائد ناقص ثم نأتي الآن إلى مجال الصور لهو أف لإكس أف لإكس بما أن هنا قال ناقص معناه ننزل إلى غاية هنا ثم نصعد إلى هنا هكذا لاحظوا جيدا أبنائي إذن وهكذا ثم ننزل هكذا فقط عندنا أولا حسبنا النهايات عند الناقص معنا نهاية وجدناها إثنان وعند الزائد معنا نهاية وجدناها إثنان أما هنا فنقوم بحساب صورة الناقص إثنان بالدلة أف يعني نعوذ هنا ونأتي بهذه ونعوذ هنا معناه نعوذ في الدلة تعالوا الآن نعوذ أولا بناقص إثنان أصبحنا أف لناقص إثنان تساوي إثنان في ناقص إثنان مربع زائد أربعة في ناقص إثنان ثم زائد خمسة على ناقص إثنان مربع زائد واحد ولا نتعجل يعني في هذه القيم لأنها مهمة جدا تصبحنا هنا كام أربعة في إثنان وهي ثمانية ثم هنا عندنا ناقص ثمانية زائد خمسة على ماذا على إثنان مربع لهو أربعة زائد واحد لهو كام خمسة تصبح لنا هكذا إذا هب هذا مع هذا تصبح لنا خمسة على خمسة التي هي واحد إذن صورة ناقص إثنان بالدلة في ماذا هي واحد لهذا قلت لا تتعجل القيمة أن تجد واحد أو تجد أربعة ليس نفس الشيء أن تضع هنا أربعة لا لأن الرسم سوف يتي خاطئ ثم عندنا صورة كذلك الناقص الاثنان العفوا الصفر فاصل الخمسة نقول هكذا أف لصفر فاصل خمسة يساوي يمكن أن نقول تصبح لنا هكذا اثنان في لاحظوا وانتبئوا إذا كتبنا هنا صفر فاصل خمسة نكتبوا على شكل هكذا نصف مربع زائد أربعة في واحد على اثنان زائد خمسة على واحد على اثنان مربع زائد واحد يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأن واحد على اثنان هو نفسه صفر فاصل خمسة ثم بعدها تصبح لنا تساوي هكذا تصبح لنا واحد اثنان في واحد على اربعة لماذا لأن عندنا واحد على اثنان مربع هو الاربعة عندنا كذلك هذا يذهب مع هذا تصبح لنا زائد اثنان ثم زائد خمسة على ماذا على واحد على اربعة زائد ماذا زائد واحد يذهب أكيد هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لنا واحد على اثنان زائد سبعة على ماذا؟ على نوحد هنا المقام أربعة أربعة تصبح لنا خمسة على أربعة ركزوا هنا أرجوكم نوحد هنا المقام إثنان تصبح لنا هنا أربعة عشر تصبح لنا كم؟ تصبح لنا خمسة عشر على ماذا؟ على إثنان في المقلوب هذا ينقل فيه أربعة على ماذا؟ على خمسة أولا يذهب هذا مع هذا ويذهب هذا مع هذا تصبح لنا ثلاثة في ماذا؟ ركزوا ثلاثة في اثنان التي هي كم ستة إذا نضع هنا ستة أو حسبوا بالآل حسب أكيد كذلك عوضوا بصفة فاصل خمسة سوف تجدون ستة أو حسبوا بهذه الطريقة كلاهما المهم عليك أن تضع النتيجة هنا صحيحة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال قد استنتج حصرا لآف لإكس من أجل كل إكس من آر لما يتسمعوا كلمة استنتج إعلام أن الجواب يكون في الذي قبله أو في الأجوبة التي قبله إذن نكتب هنا أولا استنتاج حصرا ماذا حصرا آف لإكس لاحظوا هنا وانتبهوا أرجوكم الأمر هنا قمت بجلب جدول تغيرات لأن الأمر هنا متعلق بجدول تغيرات انظروا ما هي أكبر قيمة وصلت إليه في هذا الجدول الدالة إنه الستة لاحظوا يقول أحدكم إثنان يا أستاذ لا لأن الستة هي أكبر وما هي أخفض قيمة وصلت إليها تصل إليها كم إنها الواحد يعني لو نأتي الآن نقول هكذا مثلا إثنان ونزلت إلى الواحد ثم تصعد إلى الستة ثم تنزل إلى الاثنان انظروا ما هي أكبر قيمة ها هي أكبر قيمة إنها الستة وما هي أخفض قيمة إنها الواحد نقول نلاحظ فقط نلاحظ من جدول التغيرات أن من أجل كل إكس من أر أو ينتمي إلى أر فإن ماذا فإن أف لإكس محصورة ما بين قيمتين القيمة الأكبر هي الستة والقيمة الأصغر هي واحد دون برهان أو عناء كما تلاحظون إذن أكبر قيمة هي الستة وأخفض قيمة هي الواحد فنقول أف لإكس محصورة ما بين الواحد والستة فقط أما إذا كان الأمر متعلق أنها كانت مثلا لاحظوا جيدا كانت قيمة القيمة مثلا التي هي هي الاثنان قلت هي الاثنان فهنا وبما أن الاثنان تقع في النهاية فهنا لا نقول أكبر أو يسوي بل نقول هنا هكذا احدث مجيدا نقول إثنان هكذا لأن مستحيل أدى لأف لإكس يسوي إثنان إنما تقترب إلى إثنان لأن قيمها لأنها مستقيم مقارب حتى نفع جيدا أما بما أن الأمر هنا متعلق بقيمة محسوبة هذه أنها الواحد فنضع هنا أكبر أو يسوي الواحد حتى تفهموا جيدا لأن لا يمكن أن نقول إكس يسوي المال نهاية إنما نقول إكس إكس يؤول إلى المال نهاية أما نحن عندما نقول لكم عوضوا معنا للتقريب المفهوم فقط حتى لا تختلط عليكم المفاهيم أبنائي فقط بعدما أنهينا مع هذا سؤال نتطرق الآن إلى ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنهان هذا سي أف و المستقيم دي نقول هكذا تقول قائدة نضعها كأن نقول نحل المعادلة أف لإكس يسوي لنا إيجراج دائما لإيجاد نقطة تقاطع ما بين منحنيين أو مستقيمين أو مستقيم ومنحنة دائما نقول أف لإكس يسوي لنا إيجراج الآف لإكس اللي هي إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد يسوي الإيجراج ها هي قيمة الإيجراج اللي هي الإثنان بعدها ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد ناقص إثنان يسوي السفر أكيد أن أفكر في توحيد المقام لما أي أنه نضع هنا هكذا تصبح لنا لما نوحد مقام صبح لنا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة ناقص إثنان إكس مربع ناقص إثنان على إكس مربع زائد واحد يسوي السفر لأن نوحدنا المقام معنا هذا يضرب في المقام بعدها أكيد سوف ينتج هذا يذهب مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا أربعة إكس وهذا مع هذا يصبح لنا زائد ثلاثة على إكس مربع زائد واحد يسوي السفر فالرياضيات إذا كان عندنا آ على بي مع بي لا يسوي السفر يسوي السفر فاعلموا أن الآ هو الذي يسوي السفر أي كسر يسوي السفر البسط لأن المقام مستحيل يسوي السفر هذه من قواعد الرياضيات إذن أي أنه أربعة إكس زائد ثلاثة يسوي السفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا أربعة إكس يسوينا ناقص ثلاثة ومنه إكس كم يسوينا ناقص ثلاثة على أربعة إذا قربناها يعني بالتقريب ناقص ثلاثة فاصل سبعة أو نكتبها ناقص ثلاثة على أربعة ثم في الرسم نقربها لذلك ومنه ماذا نكتب؟ نكتب هكذا نكتب سي آف تقاطع دي يسوي النقطة ذات الإحداثيات الإكس كم ناقص ثلاثة على أربعة والإيجراج في رأيكم كم يا أبني؟ والإيجراج إنه الإثنان يقول أحدكم لماذا يا أستاذ إثنان؟ لأن أنظروا الإيجراج ها هو قد أعطي لكم في نص التمرين ذو المعادلة إيجراج يسوي إثنان إذا الإيجراج كم؟ إنه الإثنان الذي لا يعرف كيف ذلك ما عليك أن يأتي بهذه القيمة ويعوذ في الدلاء فسوف كذلك يجد إثنان أما الأبسط من ذلك أنه الإيجراج معروف أنه كم أعطيت له لأن النقطة لها إكس وإيجراج الإيجراج ها هو قد أعطي لكم كم؟ إثنان والإكس بحثنا عليه حتى تفهموا جيدا حتى كان بمقدوره أن يقول عين فاصلة نقطة تقاطع ها هي الفاصلة أما الإيجراج فثابت أما إذا كان المستقيم عندنا مكتوب مثلا إيجراج يسوينا مثلا إكس زائد إثنان هنا نأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوذ هنا فنجد إيجراج فقط أبناء يعني لا تعوذوا في الدلاء لأن الدلاء سوف تعطيكم تكون قيم تحتاج إلى وقت للحساب فقط يعني نستعمل نوعا ما عقوب لنا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى رابعا رابعا قال عين معادلة المماس دلتا للمنحنة سي أف نقطة تقاطعه مع محور ترتيب لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا معادلة أفوا معادلة المماس دلتا حيث أركز هنا المقصود قال للمنحنة سي أف نقطة تقاطعه مع محور ترتيب محور ترتيب أولا محور ترتيب التي هي إكس كم يساوي؟ إكس يساوي السفر المعروف أنه المنحنة المنحنة إذا تقاطع المنحنة مع محور ترتيب دائما الفاصلة تكون تساوي السفر دائما أي نقطة تقع على هذا المستقيم اعلموا أن فاصلتها تساوي السفر يعني إما يمكن أن يطرح السؤال عين معادلة المماس دلتا للمنحنة سي أف نقطة ذات الفاصلة إتيس يساوي السفر أو الفاصلة المعدومة كذلك معناه نأتي إلى هنا ونعوذ بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر فما نجد تصبح لنا خمسة على واحد وهي خمسة إذن معناها النقطة إذا سمينا هذه النقطة A الـ X عندها السفر والـ Y عندها خمسة فتصبح لنا Y يساوي F فتحة للسفر F فتحة للسفر في X ناقص سفر زائد F لسفر يا أبناء يركزوا بما أننا قال نقطة التقاطع مع محور الترتيب فالنقطة التقاطع مع محور الترتيب يعلموا أن الـ X عندها دائما يساوي السفر نذهب إلى الدلة ونعوذ بسفر تصبح لنا كم؟ خمسة معنى F لسفر كم؟ إنها خمسة معنى هذه سوف نعوذ بها في هذا المكان لأنها نفسها F لسفر تصبح لنا ماذا؟ أولا نعوذ بـ F لاحظوا F فتحة للسفر نعوذ في المشتقة بسفر هنا سفر 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 وسفر أكيد تصبح لنا أربعة على ماذا؟ على واحد أربعة على واحد إنها الأربعة فهذه الأربعة سوف نعوذ بها في هذا المكان فتصبح لنا يساوي أنه كم؟ أربعة في X ناقص سفر لهو X زائد F لسفرها هي قيمته إنها الخمسة فتصبح لنا المعادلة هي يساوي خمس أربعة في X لهي أربعة X زائد ماذا؟ زائد خمسة هذه إنها معادلة المماس ضلطة عند الفاصلة المعدومة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال جزء خامس اللي هو ننتبه جيدا لأنه نتعلق بأرسم CF الكثير يعاني من الرسمة يقول يا أستاذنا لما أصل إلى الرسمة تختلط عليها الأمور لكن الأمر جد بسيط لاحظوا جيدا أولا في الرسمة ما علينا إلا رسم المستقيم المقارب الذي قرأناه لهو كم؟ لهو إيقرق كم يساوي؟ يساوي إثنان إذن نأتي الآن إلى هنا ونقوم برسم المستقيم الأفقي إيقرق يساوي إثنان ها هو أمكم ونعطي له المعادلة وهي إيقرق يساوي إثنان وقد سمي حتى إنه المستقيم دي هذا الأمر الأول الممس لم يطلبوا منا لم يقول أرسم الممس لو قال أرسم الممس لا رسمناه ثم بعدها ماذا؟ ثم عندنا ما أنصحكم هو القيم الحدية انظروا إلى هذه هل تشبه الحفرة أم الجبل؟ إنها تشبه حفرة انظروا ها هي أمكم الإكس عندها كم؟ ناقص اثنان والإيقرق كم؟ واحد معناه نذهب إلى النقطة ذات الإحداثيات ناقص اثنان ها هي ناقص اثنان والإيقرق لديها واحد في هذا المكان ونقوم برسم شيء يشبه الحفرة هكذا لاحظوا أرجوكم ها هي أمامكم انظر ها كذا ثم نذهب الآن إلى هذه إنها تشبه الجبل يعني قيمة حدية محلية عظمى الإكس لديها كان إنه نصف ها هو النصف إذا أتينا إلى النصف هنا والإيقرق كان ستة النصف مع الستة في هذا المكان ونقوم برسم شيء هكذا أبناء يشبه الجبل وعندنا كذلك نقطة تقاطع المنحنى والمستقيم D لهي كم قلنا؟ إنها ناقص 0.7 يعني بالتقريب في هذا المكان تكون نقطة التقاطع ثم الآن وعندنا كذلك التقاطع مع محور الترتيب حسبناها اللي هي F كم لصفر F لصفر وجدناها كم؟ وجدناها خمسة يعني ها هي أمامكم ثم الآن يسهل الرسم الآن ليس ببداعي أن ننطلق من هنا المهم نتخذ الوضعية التي تساعدني للرسم فنأتي الآن إذا أتينا إلى هنا أكيد من هنا وننزل انظروا ننزل من هذا الجبل لكن علينا أن نمر من هذه النقطة أكيد ومن هنا أكيد سوف نتجه نحو ماذا؟ نتجه لاحظوا أما من هنا سوف نتجه نحو ماذا؟ نحو إيجراغ يساوي لنا إثنان ها كذا سوف نتخذ الوضعي الأنسب إذا من هنا وننطلق ها كذا ثم ينعطف متجها نحو إيجراغ يساوي لنا إثنان لاحظوا ها هي أماكم اتجه نحو إيجراغ يساوي إثنان وهذا الذي في الحفرة إذا فكر من هنا يفكر أنه يسعد ها هو أمامكم انظروا جيدا من هنا ويفكر يسعد نحو هذه القيمة انظروا هذا ينزل إليه وهذا يسعد ليلتقي في نصف الطريق ها كذا في منتصف الطريق ثم من هنا ها كذا الآن يعني الرسم في أصله ينطلق من هنا وينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يتجه إلى ها كذا ليصل إلى هذا الجبل ثم يتجه نحو إيجراغ يساوي لنا إثنان ها هو وبهذا يكون الرسم صحيح يقول أحدكم يا أستاذ لا يشبه لا يشبه منحنة بالبرنامج يا أبناء المنحنة يرسموا باليد ليس بالبرنامج في ورقة الامتحان ونكتب هنا ماذا ونكتب سي آف نسبة إلى الدال آف فقط أرجو قد فهمتم كيفية الرسم إذن من هنا ها هو أمامكم انظروا جاء مع إيجراغ يساوي إثنان ليس من هنا ونزل إنما ها هو إيجراغ يساوي إثنان من هنا ونزل إلى القيمة الحدية ثم بدأ بالصعود ها هو يصعد 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 إلى أن وصل إلى القمة هنا ها هي القمة ثم نزل هو يريد أن ينزل إلى النقسم لكن هنا عليه أن ينزل إلى الإثنان انظروا ها هو جاء هو يريد أن ينزل مباشرة لكن إثنان أصبح مستقيم وقالف عليه أن يتجه نحوه هكذا الرسم بطريقة جد سليمة الآن بعدما أنهينا مع الرسم سوف نتطرق أبنائي إلى سؤال آخر مهم جدا يخافه الطلبة كثيرا لهو سادس المناقشة البيانية سادسا قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد وإشارة حلول معادلة إثنان ناقص آم في إكس مربع زايد أربعة إكس ناقص آم زايد خمسة يساوينا الصفر لاحظوا جيدا الأمر جد جد بسيط يا أبنائي والذي وجد إشكال يكتب درس المناقشة البيانية أستاذ نوردين في اليوتيب سوف يجد درس فيه أكثر من خمسون دقيقة لكن يشرح بالتفصيل المناقشات البيانية الثلاثة الأفقية والمائلة والدورانية إذن نكتب هنا أولا المناقشة البيانية إذن المناقشة البيانية لاحظوا جيدا قال ناقش بيانيا ما معنى بيانيا؟ معنى أنه يجب أن يكون الرسم هنا عندنا صحيح إذا كان الرسم خاطئ فاعلموا أن المناقشة سوف تكون نتائج خاطئ أو خلو المعادلة أولا ما هي المعادلة؟ قال إثناني ناقص آم في إكس مربع زايد أربعة إكس ناقص آم زايد خمسة يساوي الصفر اسمعوا جيدا بما أن الأمر قال ناقش بيانيا هذا البيان هو لمن؟ لسي أف وسي أف هو منحنى ماذا؟ هو منحنى الدل أف إذن اسمعوا جيدا عليكم من هذه المعادلة أن تجدوا آف لإكس تساوي هنا شيء فيه آم لا يهمون هذا الشيء كيف ذلك؟ من هذه المعادلة اسمعوا جيدا عليكم أن تصلوا إلى هذه القيمة هذه القيمة تساوي شيء فيه أم لا يهمون شيء آخر تعالوا ننطلق واسمعوا جيدا كما قلت إذن أولا ننطلق وننشر هذا في هذا سبحانا إثناني ماذا؟ إثناني إكس مربع ثم هذا في هذا ناقص آم في إكس مربع ثم زائد أربعة إكس ثم ناقص آم زائد خمسة يساوي السفر وأنا عيني على هذه العبارة تساوي شيء لا يهمون تلك الشيء حتى تسمعوا جيدا ما رأيكم أبناء أن نأتي بهذا الجزء وننقلهم إلى الطرف الآخر فتصبحنا إثناني إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة يساوينا أم في اكس مربع زائد أم ها هو ظهر الجزء الأول اللي هو البسط الأن ما رأيكم هنا ان نستخرج الأم عامل مشترك فـ graduру إثناني إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة يساوينا أم في أكس مربع زائد واحد هكذا ما رأيكم أبنائي بما أنه في هذا يأتي إلى المقام يعني العبارة معرفة على R سبحانه 2 X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد ماذا زائد واحد يساوي ماذا يبقى لنا لما ينقلوا هذا ينقلوا إلى الطرف الآخر يبقى لنا إلا M وليس بالضرورة قلت يبقى لنا M قلت شيء فيه M يمكن أن يبقى لنا M X X M زائد واحد M زائد عشر جذر M المهم لا يهمني ما يبقى المهم هو هذا الجزء ومنه ماذا تصبح تصبح لنا F لX أصبحت تساوي لنا كم تساوي لنا M أنا أعيد وأكرر لم أقول أن يجب أن تجدوا هنا M فقط لا إنما يجب أن تجدوا F لX تساوي شيء فيه M يمكن أن تجدوا قلت F لX تساوي لنا M زائد واحد M وربع زائد واحد F لAM ما ليهم المهم هو عليكم أن تركزوا على الجزء هذا ليس هذا هل وصلنا إلى المطلوب أن F لX تساوي شيء فيه M نعم ها قد وصلنا بعدما وصلنا إلى هذا الشيء يقول أحدكم وهل نكتبه في الإجابة نعم إلا هذه لا تكتبوها يعني في الإجابة هذه أرجوكم لا تكتبوها في الإجابة أن تقول F لX تساوي شيء فيه M لا هذه أنصحكم بعدم كتابتها أما الباقية فاكتبوا هذا التفصيل حتى يعرف المصحي من أين أتيت بهذا هذه F لX تساوي M فأصبحت حلول المعادلة هذه تساوينا حلول المعادلة هذه حتى تفهموا جيد لأن معادلتان متكافئتان المعادلتان متكافئتان هم المعادلة التي لهم نفس الحلول الآن نقول حلول هكذا الآن حلول المعادلة من هي المعادلة F لX تساوي M هي فواصل نقط تقاطع ماذا C F لماذا C F لأن هنا متعلق الأمر بمنحانة دلة F إذن نقط تقاطع C F و المستقيم ذو المعادلة ما هي هنا يا أبناء في مكان F لX ضعوا Y يعني تصبح لكم Y يساوي M الآن ما طبيعة هذه المناقشة طبيعة هذه المناقشة أنه إذا كان F لX يساوينا شيء فيه هنا من هنا خالي من X لا يوجد كي قيمة X أصلا تجدون M مربع جذر M تجدون أي شيء المهم لا يوجد فيه X فاعلموا أن المناقشة أفقية حتى ولو تجدوا F لX يساوينا F لM المهم خالية من X فتصبح مناقشة أفقية كيف المناقشة الأفقية؟ لاحظوا إذا أتينا هنا وقمنا برسم مستقيم ها هو أمامكم ذو المعادلة الذي قلناها لهي Y يساوي لنا كم يساوي لنا هكذا M دقيقوا كيف تتم العملية ها هو المستقيم أمامكم أبنائي يصبح من هنا سوف هكذا وينطلق بالانسحاب كما تلاحظون هكذا يبدأ بعملية المسحة هذه المناقشة الأفقية كما يوجد لنا مناقشة مائلة يمكن أن تأتيكم مثلا هكذا كما يوجد لنا مناقشة دوراني يعني المستقيم يصبح ماذا؟ يحدث دوران أرجو قد فهمتم المناقشات لهذا أكتبوا درس المناقشة البيني أستاذ نوردين سوف تجدون الدرس في ثلاث حالات الآن لاحظوا وأبنائي ننطلق إذن إيجراغ ها هو محور إيجراغ دققوا لحد تفهموا إذن محور إيجراغ ها هو محور التراتيب يعني من هنا وننطلق من هنا كم تكون إيجراغ تكون ناقش مالاني ننطلق من ناقش مالاني وننطلق بعملية الانسحاب هكذا إلى غاية زائد مالاني تعالوا ننطلق ها هو المستقيم أمامكم ينطلق بعملية المسحة كم يجتب من تقاطع لأن قنة هي فواصل نقط تقاطع المنحنة والمستقيم الآن المستقيم الأخضر الذي تلاحظون هل يوجد تقاطع مع المنحنة الأسود؟ لا لا يوجد نحن أين انطلقنا أكيد من هنا ناقش مالاني إن طلقنا من ناقش مالاني وبدأنا نمسح لا يوجد لا يوجد لا يوجد مثلا هنا كم يكون كم يكون في هذا المكان إيجراغ كم يكون الآن يساين ناقش واحد ثم هنا كم يكون يكون لنا صفر ثم هنا كم يكون يكون عندنا واحد هل عند الواحد يوجد تقاطع؟ نعم إذن نقول هكذا أم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الواحد مفتوح لماذا مفتوح؟ لحتى نقول أنه في مجال لا يوجد حلول نقول لا يوجد حلول للمعادلة يعني لا يوجد تقاطعات الآن هنا بالضبط كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا واحد ها هو أمامكم يمسه فقط عندما كلمة يمس أو قيمة حدية قولوا حلا مضاعفا قولوا دائما عندما كلمة حلول مضاعفة هنا أين موجودة؟ موجودة في هذا المكان وموجودة في هذا المكان إذن دائما لما يكون فيها مماس حتى ولو كانت عند المائلة أو الدوران في مماس يوجد حلا مضاعفا ويوجد لها البرهان لذلك الآن لاحظوا جيدا نقول الآن آم ثانيا آم يساوي أنكم واحد للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا قيمته حتى قيمته نعرفها x يساوينا كم؟ انظروا أنزلوا هنا كم؟ x يساوينا ناقص 2 هذا هو الحل المضاعف ليس حل وحيد إنما حلا مضاعفا أعيد وأكرر يقول أحدكم ما الفرق بين الحل الوحيد والله لاحظوا x زائد 2 يساوي السفر هنا x كم يساوي؟ يساوينا ناقص 2 هذا حل وحيد أما x زائد 2 لكل مربع يساوينا السفر هناك كذلك تصبحنا x زائد 2 يساوي السفر أي x يساوينا ناقص 2 لكن هذا حل وحيد وهذا حلا مضاعف لماذا حلا مضاعف؟ لأنها يمكن أن نكتب x زائد 2 في x زائد 2 يساوي السفر معناه أصبح لكم هكذا x زائد 2 في x زائد 2 يساوي السفر وهل هذه مثل هذه؟ لا هذه لو نشرت أصبحت من الدرجة الثانية أما هذه من الدرجة الأولى فهنا نقول x زائد 2 يساوي السفر أو x زائد 2 يساوي السفر كلمة حلاني في نفس الوقت هو يسمى الحل المضاعف حتى هنا لا تخطيت أمورنا ويقول أحدكم لماذا قلت هكذا يا أستاذ بعدها أبناء نأتي الآن ليكمل المستقيم سيره أو سحبه انسحابه لاحظوا المسح كم يجد الآن من تقاطر؟ واحد اثنان لو نسقطهم يأتينا في الجهة السالب ها هو سالب وها هو سالب اتركوه يكمل المسح كم يوجد؟ حلان 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 ها هو بقي الآن أصبح كم حل إذن إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الاثنان إذن نقول هكذا ثالثا ثالثا آم ينتمي من ماذا؟ من هذا المكان إلى هنا يعني ينتمي لنا من الواحد إلى الاثنان الواحد مفتوح والاثنان مفتوح للمعادلة حلاني كيف هما؟ سالبان ومتمايزان يعني غير متسويا حتى نفهم جيدا الآن في هذا المكان هنا لما ينطبق إيجراج يساوي إثنان على إيجراج يساوي أم كم يجد لنا من تقاطب؟ ها هو حل وهيد إذن نقول رابعا أم يساوي إثنان يعني انطبق انظروا انطباق أم يساوي إثنان للمعادلة حلا واحدا كم قيمته؟ إكس يساوي ناقص ثلاثة على أربع لها ناقص صفر فاصل سبعة التي هي نقطة التقطع التي حسبناها مع المستقيم إيجراج يساوي إثنان أرجع إلى الفيديو حتى تفهموا جيدا بعدها الآن ها هو أصبح يكمل سيره يقول أحدكم يوجد حل يا أبناء لا تنسوا أن المنحنى ما زال من هنا يكمل سيره هكذا حتى تفهموا جيدا إذن كم يوجد لنا الآن من حل؟ انظروا ها هو بدأت كم؟ ها هو واحد وها هو الآخر في الجهة الأخرى يقول أحدكم لا يتقطع معه انظروا ها هو المستقيم ما زال يكمل حتى هنا لأنه مستقيم بدأ الآن يوجد حلان حلان أحدهما سالب والآخر ها هو أمنكم موجود لحظتم يكمل الآن عملية المسح حلان 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 إلى غاية هنا يوجد كذلك حلان لكن تتغير الإشارة حتى تفهموا جيدا نأتي الآن كذلك نكمل بعدما تكتبون عملية الحلول نأتي الآن إلى رابعا أو خامسا نعود لنا نرى نعم رابعا إذن خامسا نقول خامسا أم ينتمي من هذا المكان إلى هنا مفتوح نقول من الإثنان إلى غاية خمسة للمعادلة لاحظوا جيدا إذن قلت نقول للمعادلة حلان مختلفان مختلفان في الإشارة لماذا لأن واحد يقع في الجهة أو ننزل هنا بالمستقيم واحد يقع في الجهة السالبة من هنا واحد يقع في الجهة المجابة الآن نضع نأتي إلى هنا يقول حد أكم لماذا تفصل لأن قال عدد وإشارة لو قال إلا العدد لا نهتم إلى الإشارة لكن إذا قال العدد والإشارة علينا أن نحترم الآن في هذا المكان كم يكون لنا قيمة الآن إنها خمسة يعني أي قيمة تكون على محور التراثي تصبح لنا هي قيمة الأم لأن إجراج يسوي أم حتى تفهموا جيدا ليست دائما هذه القيم تكون لخمسة الخمسة هي قيم أم لا تخيلوا يقول مثلا يقول أم زائد واحد أم زائد واحد معنى أن نقول أم زائد واحد تساوي خمسة معنى أم يصبح لنا أربعة حتى لا تختارت أموركم بما أن إجراج أصبح أم فأي قيمة يأخذها إجراج تصبح هي قيمة لأم حتى تنتابع الآن في هذا المكان إذا قلنا سادسا أم يسوينا كم يسوينا خمسة لاحظوا أم لما يأخذ خمسة يوجد لنا حلا كيف هو موجبا لا يهم إشارته لا يهم قيمته وحلا معدوما انظروا ها هو الحل المعدوم إذن نقول للمعادلة حلا أحدهما موجب تماما والآخر معدوم أرجو قد فهمتم لماذا لأنها هو موجب والآخر نزل إلى الإنعدام حتى تفهموا جيدا ثم بعدها أبنائي يكملوا الآن المستقيم سيرة انظروا كم أصبها أصبح لنا حلان مجبا واحد من هنا والآخر من هنا إلى غاية ماذا إلى غاية هذه القمة إلى غاية هذه القمة إذن نقول إذن نقوم بعملية المسح لأنه هكذا نقول الآن سادسا سابعا نقول آم ينتمي من الخمسة إلى غاية الستة يعني من هنا إلى هنا للمعادلة أفوا إذن نقول للمعادلة حلان كيف هما موجبان ونقوم بعملية المسحة ومتمايزان ثم بعدها نأتي الآن إلى هنا إلى القمة نقول ثامنا آم يسعينا الستة للمعادلة حلا موجبا موجبا مضاعفا لماذا؟ لأنها قيمة حدية أو بالدرجة وليس قيمة حدية يمس حتى نفهم جيدا الآن بعدها من هنا ونكمل المسار لا يوجد حلول نقول تاسعا آم كيفه ينتمي من الستة مفتوح إلى غاية الزائد ما لنهاية لا يوجد حلول للمعادلة أرجو قد فهمتم الآن المناقشة البيانية إذن هذا مستقيم أفوقي من هنا لا يوجد حلول لا يوجد هنا حل مضاعف هنا حلاني 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 إلى غاية هنا ثم هنا يوجد حل واحد ثم من هنا إلى غاية هنا يوجد لنا حلاني أحدهما مجب الآخر سليم في هذا المكان واحد معدوم والآخر مجب ثم من هنا إلى هنا حلول مجب ثم هنا حل حلا كيف مضاعف ثم لا يوجد حلول إلى ما لنهاية فقط أرجو قد فهمتم والذي يعاني من ذلك فليكتب درس المناقشة البيانية لأستاذ نوردين ويتابع الفيديو نقطة بنقطة ليفهم لغز هذه المناقشات البيانية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال السابع قال لتكن أو الجزء السابع قال لتكن الدلاجي المعرفة على Rb العبارة G لإكس سيكون إثنان إكس مربع زائد أربعة في القيمة مطلقة لإكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد قال والسيوجي تمثلها البياني في معلم متعامد ومتجنس أو إي جي ألف قال أثبت أن الدلاجي زوجية إذن نكتب هنا إثبات أن الدلاجي كيف هي زوجية نعود الآن كأنما للدروس سنة الأولى لشفعية الدلاجي نقول بما أن ماذا هكذا بما أن دي جي تساوينا كم تساوينا R فإنها متناظرة بالنسبة إلى ماذا إلى الصفر بالنسبة نقول إلى الصفر لماذا الدلاجي الزوجية يجب أن يكون مجال تعريفها متناظر بالنسبة إلى الصفر هنا عندنا ناقص ملاني وهنا زائد ملاني متناظرتان حتى تفهموا جيدا مثلا تكون متناظرة من ناقص واحد إلى الواحد هل الدل التي من ناقص اثنان إلى الواحد تكون زوجية لا يمكن أن نقول عليها أنها زوجية أولا لأن مجال التعريف يجب ان يكون الصفر مركزه. هنا الصفر هو المركز لكن هنا ليس الصفر هو المركز. هذا اول شرط. وكذلك الامر الاخر. و اكس ينتمي الى ار لوديجي. و ناقص اكس كذلك ينتمي الى ار. ونعود و عندنا جي لناقص اكس يساوي. علينا ان نجد انه جي لناقص اكس يساوينا جي لأكس. هذا كذلك. اذا الدلة الزوجية احذروا ابنائي عندها شروط. يجب ان تكون مجموعة التعريف لديها متناظرة بالنسبة الى الصفر. و اكس ينتمي الى ديجي. و ناقص اكس ينتمي الى ديجي. ونأتي الان ونجد كذلك جي لناقص اكس. تساوينا جي لأكس. معناه تصبح لنا هكذا. جي لناقص اكس معناه نذهب الى هنا وكل مكان من اكس نضع بناقص اكس. اصبح هنا اثنان في ناقص اكس مربع زائد اربعة في القيمة مطلقة لناقص اكس. ثم زائد خمسة على ماذا؟ على ناقص اكس مربع زائد ماذا؟ زائد واحد. الناقص اكس الكل مربع هذه معروفة انها هي اكس. والقيمة المطلقة لناقص اكس معروفة هي نفسها القيمة مطلقة لكس. هذه لا جدال الآن لهذا من خلال هذه القيمتان إذا قلت هنا ناقص X نعم تستوي هنا التربيع لن ننسى التربيع أرجوكم إذا ناقص X مربع يستوي لنا X مربع أرجو قد إنا سيد فقط أبنائي إذا تصبح لنا ماذا تصبح لنا تستوي لنا 2X مربع زائد 4 في القيمة المطلقة ل X لأن قلنا القيمة المطلقة لناقص X هي نفسها القيمة المطلقة ل X زائد 5 على ناقص X مربع هي X مربع زائد ماذا زائد واحد أليس هذه نفسها هي G لX التي أعطيت لنا في نص التمرير نعم نقول ومنه الدالة G كيف هي دلة زوجية أي منحناها البياني يكون متناظر بالنسبة بالنسبة إلى محور الفواصل هل هذا صحيح لا بالنسبة إلى محور الترتيب أرجوكم أبنائي انتبهوا إلى محور الترتيب لهذا قلنا أن يجب أن تكون مجموعة التعريف عندها متناظرة بالنسبة إلى السفرة ما معناه؟ معناه إذا قلنا هكذا إذا جاء هذا الجزء الرسم من هذا الفرع هكذا فالجزء الآخر نناظره بالنسبة إلى هذا ليصبح لنا ماذا؟ ليصبح لنا هكذا والمعروف على الدالة مثلا X مربع إنها دالة متناظرة بالنسبة إلى محور الترتيب لأنها دلة زوجية الآن إذن أرجو قد فهمتم التفسير الكلي إلى هذا إذن قلنا نقول دي جي تساوي النقار فإنها متناظرة بالنسبة إلى الصفر ليس أو إلى الصفر وX ينتمي إلى دي جي ونقص X ينتمي إلى دي جي وعندنا جيل نقص X وجدنا هي جيل X ومنه الدلة زوجية التفسير البياني أن منحناها البني يكون متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب الذي إذا رمزنا له إيجراج فتحفقت بعدها نأتي الآن إلى السؤال الآخر إذن نأتي إلى السؤال الآخر الذي هو ب قال اشرح كيف يمكن رسم CG بالاعتماد على CF إذن نكتب هنا شرح كيفية رسم CG انطلاقا من ماذا؟ من CF لاحظوا وانتبئوا أركزوا أرجوكم أبنائي نحن عندنا ماذا؟ جيل X ها هي قيمتها انظروا سوف نقوم بنسخها وإتيانا هنا أمامكم ولاحظوا وجه الاختلاف ما بين هذه وهذه ألا تلاحظون شيء معين؟ ركزوا هنا أرجوكم وانتبهوا معي لو نلاحظ جيدا إلى جيل X تساوي تساوي أن قلنا 2X مربع زائد أربعة في القيمة المطلقة لX زائد خمسة على X مربع زائد واحد لو نأتي الآن إلى نزع القيمة المطلقة لهذه العبارة ألا تصبح لنا تساوي لنا عبارتان؟ انظروا جيدا لاحظوا صبح لنا هكذا نحن نعلم أبناء القيمة المطلقة لX معروف عليها أنها إما أن تساوينا X إذا كان X أكبر أو يساوي السفر وتساوينا ناقص إذا كان X أقل من السفر حيث إذا جئنا إلى اتحاد هذه المجالين سوف نجد R أركزوا أرجوكم الآن معناه مرة نأتي إلى هذه القيمة المطلقة ونعوذ في مكانها بالX فماذا تصبح لكم؟ تصبح لنا 2X مربع زائد أربعة X زائد خمسة على X مربع زائد واحد أليس هذه القيمة هي نفسها هذه التي بطبعها F لX؟ نعم إنها تساوينا F لX لكن متى؟ في هذه الحالة لما يكون X موجب إذن لما يكون X موجب ومرة نأتي بهذا المكان ونعوذ في هذا المكان بالناقص X حتى تفهموا جيدا أرجوكم انتبهوا فقط أرجوكم لأن عندنا هنا الإشكال مع القيمة المطلقة هذه فقط أما هنا إذا عوضنا بالX أو الناقص X مربع تصبح لنا تبقى X حتى تفهموا جيدا معناها تصبح لنا 2X مربع ناقص أربعة في X زائد خمسة على X مربع زائد واحد يقول أحدكم ليأكل لماذا عوضتها بنا؟ لأننا قلنا نعوذ هنا بنقص X ناقص X في أربعة إنها ناقص أربعة X لكن هل هي عندها هذه القيمة عندها علاقة بالأف؟ لا يوجد لها علاقة بالأف إذن حتى تنتبهوا إذن هذه متى إذا كان عندنا X أقل من الصفر أرجو قد فاهمتم إذن معناه كأنما قمنا بنا أولا كتبنا جيلي X دون رمز القيمة المطلقة لما كتبناها دون رمز القيمة المطلقة لاحظوا على ماذا تحصلنا تحصلنا على أن جيلي X مرة انظروا جيلي X تصبح تساوينا أفلي X في هذا المجال أما هنا الجيلي X تساوينا هذه القيمة لكن ليس لها علاقة بالأفلي X إذن هنا في المكان الذي أقوم بتحويطه باللون الأخضر ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا CG ينطبق على ماذا علا CF في المجال ما هو المجال؟ الذي هو ها هو أمامكم المجال الذي هو من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية أعيد وأكرر جيلي X تساوي أفلي X متى؟ معنى لما يكون X أكبر أو سيسم ما معنى؟ معنى CG ينطبق على CF لكن في هذا المجال هذا الأمر الأول ثم بعدها لكن الدالة جي كيف هي؟ زوجية أي الجزء الآخر نناظره نناظره عفوا نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب يعني المجال الذي على المجال المجال الأكيد الذي هو المجال الذي هو من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر حتى تفهموا جيدا الجزء الأول هذا يأتي ينطبق والجزء الذي يبقى لنا من الناقص ما لا نهاية إلى الصفر هذا الجزء الذي رسمناه نناظره بنسبة إلى محور التراتيب سوف نلاحظ هذا في الرسم الآن نقطة بنقطة أبنائي إذن ها هو الرسم أمامكم ماذا قلنا؟ قلنا CG ينطبق على CF في المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية إذن نأتي الآن ها هي من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية CF ينطبق على CG معناه من هنا ها هو CG انظروا ها هو الذي نقوم برسمه هذا الجزء الأول إذن من الصفر إلى غاية الزائد المجالية CG ينطبق على سياف أم ولكن الجزء الآخر الذي هو الجزء من هنا نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب على النجل يعني هذا الجزء نقوم بمناظرته بالنسبة إلى محور التراتيب ها هو محور التراتيب الجزء الذي بقي لنا نناظره معناه هنا نأتي إلى هنا ركزوا جيدا ها هو إذا قلنا هنا هكذا من هنا نناظر ها هو الجزء ثم نعود ونقوم بالرسم ها كذا ها هو الآن الرسم أصبح صحيح هذا الجزء ناظر هذا الجزء بالنسبة إلى تراتيب ونكتب هنا سي ج باللون الأخضر حتى تعرفوا أن الذي باللون الأخضر هو سي ج والذي باللون الأسود هو سي أف إذن دالة أولا زوجية رسمنا الجزء الأول انطلاقا من أنه سي أف يساوي سي ج ينطبق على سي أف والجزء المتبقي نناظر الجزء هذا بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدالة زوجية فقط أبنائي وفي الأخي الأبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأنني بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددنا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة